موسيقى حياكم الله مشاهدين الأفضل في كل مكان أهلا بكم لنشرة إخبارية محلية من قناة عدن الفضاية ناقش محافظ محافظة حضر موت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بالماضي مع قائد المنطقة العسكرية الثانية الواركن وطالب سعيد بار الجاش ناقش أوضاع الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة وسير المهام والانضباط ومستوى الجاهزية لدى منتسبيها ونقل المحافظة تحية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرأسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدلي للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية وأشهد المحافظ بحفل تدشين العام التدريبي القتالي 2024 للمؤسستين العسكرية والأمنية والانضباط والجاهزية التي يتمتع بها منتسب قوات المنطقة العسكرية الثانية مشددا على مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية والروح المعنوية لمنتسبي القوات العسكرية بالمنطقة دشنا أمين وعامل مجلس المحل بمحافظة شبوى عبد الربو هشلى ومعه مدير عام مدرية عتق عبدالله الخليفي توزيع قافلة المساعدات الغذائية المقدمة من قوات درع الوطن للأسر الفقيرة والنزحة بمجينة ومديرية عتق وأشهد هشلى بالمبادرة التي تخفف من معاناة الأسر الأشد فقرا والنزحين بدوره أشهد قائد القافلة محمد بضاوي بالأريات التي اتخذتها قيادة مدرية عتق لتوزيع المساعدات الإغاثية مشددا على ضرورة إيصالها للمحتاجين والفقراء والنزحين اليوم نستقبل القافلة للغاثة الإنسانية مقدمة من قوات درع الوطن باسم السلطة المحلية وباسم مواطن محافظة شبوى نقدم لهم شكرا جزيلا على ما يقدموها المحافظة شبوى ومنتظرين منهم مزيد من هذا الدعم شكرا لدول التحالف مثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات شكرا لجميع طبعا هذه قافلة الإنسانية مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر قوات درع الوطن للمحافظة شبوى ونشكر السلطة المحلية بالمحافظة على رعايتها وتقديم كافة التسهيلات لتوزيع هذه الإغاثة للأسر المحتاجة نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ورشة عمل بعنوان التوصيات الأربعين في العاصمة المؤقتة عدن التفاصيل في التقرير التالي بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان التوصيات الأربعين الورشة التي أقيمت برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ونائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هاني محمد وهاب استهدفت الجهات الرقابية والحكومية وأعضاء لجنة غسيل الأموال تعقد هذه الورشة يومنا هذا وذلك كورشة تفاعلية لتبادل آراء وتبادل الخبرات في مقال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الورشة هذه بتقسيمها على عدة مجموعات للخروج بتصورات أفضل ورقية أفضل لكيفية العمال في مقال غسل أمويل الإرهاب هذه الورشة في ظل تنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وهي ورشة مهمة تتناول التوصيات الأربعين والهدف منها هو الخروج باستراتيجية مصغرة لتنفيذ هذه التوصيات كونها متطلب دولي وملزم الجمهورية اليمنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبادل الخبرات المعرفية والإلمام الكامل بالتوصيات الأربعين والوقوف على مستوى تنفيذها بالإضافة إلى أكساب المشاركين مهارات في سياقة استراتيجية مصغرة لتنفيذ التوصيات هو الهدف العام من إقامة هذه الورشة بالشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة مثل معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول ومعالي رئيس اللجنة الأستاذ هاني وهاب قيمة الورشة الخاصة باللجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأتي لتطوير مهارة لعضاء اللجنة من خلال تقوية العلاقات بين عضاء اللجنة من شكل رئيسي في الجانب التفكيري استراتيجي وكذلك الوصول إلى سياقة استراتيجية وطنية خاصة بتمويل إرهاب ومكافحة تمويل إرهاب وغسل الأموال يضاف إلى ذلك أن اللجنة هذه تأتي ضمن سياقة دولية ومحلية متغيرة حتى يواكب عضاء اللجنة تلك المتغيرات كان لزاما القيام بمجموعة تدريب ومجموعة تورش حتى يصل عضو اللجنة إلى مهارات تمكنه من إجراء تلك السياسات من خلال التحليل والبناء والاستراتيجية المطلبة أهمية إنعقاد هذه الورشة تأتي أيضا في إطار تسهيل عملية اندماج المؤسسات المالية الوطنية مع المؤسسات الإقليمية والدولية وضرورة رفع الوعي لدى أعضاء اللجنة في الكثير من المهارات خاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبار أن أي خلال قد يصيب المنظومة المالية فإنها تعد جرائم عابرة للحدود وتشكل خطرا على أمن وسلامة الشعوب اقتصاديا واجتماعيا لقناة عدن الفضايا وضع شليلي عدن خدمات طبية وإنسانية متواصلة يقدمها المستشفى التخصصي لطبي وجراحة العيون للنازحين والمتضررين من الحرب في محافظة مأرب والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التفاصيل في التقرير التالي تكسيدا لللحمة الأخوية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي انطلقت منذ البداية تحت شعار إنسانية بلا حدود يواصل المستشفى التخصص لطب وجراحة العيون بمأرب تقديم خدماته المجانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة المجتمع المضيف في المحافظة والنازحين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية غالبيتهم من كبار السن نحن في المستشفى هنا نحاول تقديم الخدم الأساسي وبعض الخدمات التخصصية في مجال طب العيون وجراحتها مثل الكشف على كافة أنواع أمراض العيون والقيام بعلاجها إن كان أعطاء نظارات مجانية صرف النظارات المجانية متابعة الحالات التي تحتاج إلى متابعة دورية مجانية صرف الأدوية والقطرات التي تختص في مجال الأمراض العينية أيضا بشكل مجاني وكذلك العمليات المجانية إن كانت عمليات إزالة ظفرات أو أكياس دهنية عمليات المياه البيضاء عمليات المياه الزرقاء عمليات الحوال عمليات قانوات المجرة الدمعي وكذلك بعض العمليات التخصصية مثل زراعة صمام أحمد التي قمنا فيها أول مستشفى في اليمن يعد منذ سنة ونصف كانت لدينا أول حالة زراعة صمام أحمد وهي تعتبر من التقنيات الجديدة في مجال علاج المياه الزرقاء شكل المستشفى بخدماته المتميزة بارقة أمل لآلاف المصابين بعمل عيون وخفف عليهم من معاناتهم خاصة مع ترد الأوضاع الاقتصادية التي تسببت بها ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران واستهدفت برامج المستشفى المرضى الذين لا تمكنهم ظروفهم المعيشية على تحمل كلفة العلاج في الداخل والخارج ما تم إنجازه في السنة الماضية تم الكشف على ما يقارب 40 ألف مريض خلال سنة 2023 تم الوصول إلى ما يقارب تم تقديم أكثر من 150 ألف خدمة في مجال طب العيون ما بين فحص نظر صرف نظارات علاجات عمليات فحوصات طبية تخصصية فحوصات دم مخبرية ووفقا لإحصائيات المستشفى التخصص لطب وجراحة العيون فقد استقبل خلال العام الماضي 2023 35657 مستفيد وتمكن من إجراء 4738 عملية جراحية مختلفة فيما تسلم 29991 مريض نظارات مختلفة الأغراض والمقاسات وشملت خدمات المستشفى المجالية صرف 49505 دواء طبية وإجراء 13461 فحص طبي في المختبر وتشخيص 6169 حالة بالأجهزة التشخيصية ليبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 139431 خدمة مجانية مهام إنسانية وطبية تقدمها المستشفى التخصص لطب وجراحة العيون هنا في محافظة مأرب والممون من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لكل الوافدين إليها من مختلف المحافظات والمناطق اليمنية لقناة عدن الفضائية رفيق السامع مأرب أعلن في مدينة سيئون بحضر موت عن اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية للإسلام في تحقيق تطلعات وأهداف أبناء محافظات حضر موت المهر الشبوة والسقطرة وكذا بيان الإشهار الذي تلاه وكيل حضر موت رئيس اللجنة عبدالهادي التميمي أن المحافظات الأربع تمتلك سجلا تاريخيا متراكمة من النضال المتصل بما سبقها من نخب ورواد الأباء والأجداد منذ زمن بعيد مشيرا إلى أن مشروع تشكيل هيئة تأسيسية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء تتويجا لهذه النضالات لأبناء المحافظات منذ مقاومة الاستعبارين البرتغالي والبريطاني مرورا بمختلف المحطات وحتى اللحظة الراهنة بلغت الإرادات المالية للواجبات الزكوية بمحافظة لحج خلال العام المنصر في 2023 مليار و197 مليون ريال وأوضح مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة لحج مونيف السقاف أن الإدارة حققت قفز نوعية في إرادات الزكاة بالمحافظة تجاوزت مخطط الربط السنوي للإدارة وذلك في إطار الآلية العملية المتطورة التي انتهجتها الإدارة حديثا في تحصيل مستحقاتها من المكلفين بأداء الواجبات الزكوية بجميع أنواعها في مديريات المحافظة كافة بدأت الفرق الفنية والهندسية للجهة المرفذة لمشروع صيانة وإعادة تأهيل الخط الحيوي راس عمران المخى بمحافظة لحج أعمال رش مادة الامسي للطريق استعدادا لأعمال السفلة اللاحقة ضمن مراحل الصيانة التي يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور بعدا وأكد مدير المشروع بشير الميسري أن رش مادة الامسي للخط الذي يصل العاصمة عدم بمديريات الساحة الغربي عبر محافظة لحج تنفذ في حاليا مرحلة رش الامسي وإعداده لاحقا لمرحلة فرش طبقة الأسفل على طول المقطع لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمسافرين بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها اللجنة الطبية العسكرية لجرح الجيش الوطني والمقاومة خلال عام المنصرم 2023 نحو 5688 مستفيدا قدمت لهم 896718 خدمة طبية متنوعة وقالت اللجنة في تقريرها السنوي إن الخدمات شملت جرى 949 عملية جراحية منها 248 عملية أجريت في مصر و 277 عملية جراحية ضمن برنامج الطبيب الزائر وبلغ إجمال الخدمات الطبية المساندة نحو 1468 خدمة طبية منها 420 أشعات رنين مغناطيسي و 942 أشعة مقطعية وأضف التقرير أن المستلزمات الطبية التي قدمت لجرحة بلغات 269 ألف مشيرا إلى أن خدمات العلاج الطبيعي المقدمة لجرحة الجيش والمقاومة بلغت 588 ألف و 718 خدمة متنوعة فيما بلغت خدمات مركز الأطراف الصناعية التي قدمتها اللجنة للجرحة نحو 455 خدمة عقدت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية حول تخطيط القلب السريري والذي نظمته جمعية طباء القلب عدن ضمن فعاليات كارديو عدن 4 التي حضرها عدد من المهتمين إلى التفاصيل بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية حول تخطيط القلب السريري والذي نظمته جمعية طباء القلب عدن ضمن فعاليات كارديو عدن 4 والذي حضرها عدد كبير من الطباء العاملين في مستشيات محافظة عدن حضر أعمال الورشة البروفيسور الدكتور محمد السعدي رئيس جمعية طباء القلب عدن والوكيل سالم الشبحي وكيل وزاة الصحة العامة والسكان والدكتور شيخ عبد الحافظ رئيس جمعية العدل الألمانية الدولية والدكتور إبراهيم العبادي رئيس شركة همام حضر موت هذه الورشة هي أولى فعاليات كارديو عدن 4 يعني نحن معانا المؤنتمر العلمي الدولي الرابع كبير من الطباء القلب الذي سنقيمه يوم الأربعة والخميس وتبدأ فعالياته اليوم بفعالية ورشة تخطيط القلب السريري يقوم بها ثلاثة ساتذة هم الأستاذ الدكتور عمر باسم والأستاذ الدكتور محمد ستعدي والدكتور عبد الوهاب الماتري حول النخبة من الأستاذة يقومون اليوم بعمل قبار لأنه تدريب للطباء على أسس الأي سي جي وفتح أفاقه عبارة عن خطوة متازة الفعاليات الثانية تكون يوم الثلاثة عبارة عن ورشة لتدريب للطباء على التصوير التشخيصي ثم الأربعة والخميس انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الرابع لقمعية القلب فعاليات المؤتمر الرابع لكارريو عدن والتي تنظمها قمعية القلب عدن وبمشاركة من قامعة عدن الألماني الدولية وشركة همام حضرموت وكثير من الشركات الأخرى بدأت اليوم الفعالية من خلال تنظيم ورشة تدريبية خاصة بتخطيط القلب الكهربائي وتستمر فعاليات المؤتمر من خلال تنظيم ورش سيحضر في هذه الورش مجموعة من الخبراء الأقانب من جمهورية مصر العربية ومن دول أخرى مثل إيطاليا وغيرها وستتم خلال الأيام القادمة حلقات هذه الورش وكذلك المؤتمر يوم الربوع والخميس يومين سيجتمع فيها أخصائيين القلب والخبراء من جميع مناطق اليمن وكذلك من دول أخرى بعدد كبير من الأخصائيين والاختصاصين في القانب أمراض القلب سيناقشوا الحديث والقديل في أمراض القلب والتطورات والتقنيات حتى يتم تبادل الخبرات ما بين الزملاء كما أننا في شركة همم حضرموت ورؤيتنا هي الدعم المتواصل واللا محدود لطلاب الدراسات العليا ومشاركتنا بالفعاليات التي تقام في محافظة عدن وفي المنطقة التي هي تقوم في دورها من رفع مستوى التعليم الأكاديمي لكاترة طلاب الطب وكما أننا مع التعاون مع جمعية طباء القلب نقوم برعاية جميع الفعاليات التي تقام وكما أننا على صدد الحدث الأكبر الذي هو كارديو عدن الرابع وشركة همم حضرموت هي الراعي الماسي أو راعي الرعاة لهذا الحدث لهذا المؤتمر الورشة تعد أحد أهم الوسائل في تشخيص أمراض القلب والتي يستخدمها للطباء خاصة أثناء الحالة الطارة لتشخيص القلطة القلبية وغيرها من أمراض القلبية والذي يقدمها مجموعة من الأساتداء الشاريين في القلب حول التخطية السليم وينتلق المؤتمر العلمي الرابع لجمع طباء القلب الدولي يوم الأربع القادم بمشاركة أكثر من عشرة أساتداء من مصر وإيطاليا والسودان وإضافة إلى البحرين إنصار عبدالجليل قانت عدن فضائية من عاصمة الموقات عدن من قسوة الحياة في غزة في ظل الحرب والحصار إلى تعز وتفاصيل حياتها في صورة إبداعية جسدها معرض فن الجرافيك بجامعة تعز إلى التفاصيل مشروع العبق الحضور التعزي ورائحة البني مع الابتكارات المتعددة وكذا الرسومات التي ترسم معالم الحياة من غزة وحصارها وتعز وتفاصيل حياتها مع رونق الحروف التي تجمع لتصبح لوحة فنية إبداعية لأبناء تعز المحاصرة والتي تخلق الإبداع والتمييز رغم الألم كل ذلك في معرض التخرق لطلاب الجرافيك بجامعة تعز كلية الآداب لقد أقمنا هنا معرض في الكلية لإبراز أعمال طلابنا وأبناءنا للخروج إلى سوق العمل في ظل الحرب الراهنة والحرب الاقتصادية إلا أنهم أبدعوا في إبراز أعمالهم الأعمال كانت مختلفة ما بين التخصص الجرافيكس ديزان والتخصص التشكيلي إلا أنهم قاموا بإبرازها بشكل قوي جدا ومبدع وكانوا إلهام للطلبة الذين أتوا من خارج الكلية لكسب المهارة وأخذ تغذية بصرية منهم فملاك عزيز في مشروعها مشقار أوقتت أنواع العطور مع التصاميم الراقية مع التراث التعزي وكالتاريخ والحضارة بمشروعها أما البن اليمني في مشاريع التخرق كان حاضرا في ركنه الأنيق بأناقة الإبداع المتقدد وفي بيكان شغف منقب يعني في معي الرسم والنوط الصاميم وهذا فأقل شيء يعني ملامس شغفي مشروع طبعا عبارة عن رواح عطري يمنية هذه الرواح تحتوي أو عبارة عن المشاقر بشكل عام بحيث أنه نحول هذه النباتات العطرية إلى رواح عطور بشكل عام فنختصت بهوية تعز عشان أبرزه في التقارة المحلية وفي التقارة الخارقية والفن التشكيلي رسم قطعة فلسطين مع كل معاناة اليمن في الركن الخاص بمن يعشقون التقاء الألوان والخطوط لإظهر المعاناة بطريقتهم الجميلة والمبتكرة وتكون رسالة السلام والتسامح من معارض الشباب والشابات في جامعة تعز قسم الجيرفك الفن هو الحياة والحياة هي الفن ولكن فن الحياة هو أن تحيا حياتك بفن طبعا أنا أضع قلبي وروحي وبصمة وقعي وحزني على لوحتي فالحرب كان لها تأثير كبير في الفن فنحن نقسد معانتنا عبر هذه اللوحات وأيضا نحاول نخرج من هذا العناو هذا الحرب عبر هذه اللوحات الجميلة وعبر الأشياء الجميلة التي تخرجنا من هذا الوضع هناك خطوط انتوازت أو اجتمعت كونت حياة هذا ما يقوله طلاب الجرافيكس بأنشطتهم المتعددة والابتكارات التي أثبتت بأن هناك عقول تشتغل في كلية الآداء في محافظة تعز أو جامعة تعز بالتحديد نعايم خالد لقناة عدن الفضائية تعز بهذا التقرير من تعز نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام النشرات المحلية نلتقي في نشرات قادمة إلى الملتقى أنتم ونطن بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر